اشتركوا في القناة ويقول قاله العلماء نعم قاله بعض العلماء لكنه لا يثمر خيرا بين الناس وذلك هناك مسألة يا إخوة دائما أذكرها للإخوة أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بكلام لابد أن ينظر إلى ثلاثة أمور الأمر الأول أن يكون الكلام حقا فلابد أن يكون ثابتا موافقا للشرع وليس كل ما قاله الفقهاء أعني بعض الفقهاء موافقا للدليل الأمر الثاني أن يكون القصد حقا أن يكون قصدك من الكلام وجه الله سبحانه وتعالى لا يكون قصدك أن تكسب النساء لا يكون قصدك أن تكسب الناس لأنك تأتي بأشياء غريبة ما يعرفها الناس وأنما قصدك وجه الله سبحانه وتعالى والأمر الثالث أن يكون الكلام حقا في أثره فيثمر حقا وينشر خيرا ويدل على خير فإذا كان الكلام تترتب عليه مفسدا أعظم من مصلحته فلا يجوز أن تتكلم به ولا يجوز أن تنشره ترجمة نانسي قنقر